اشتركوا في القناة 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 بعد ذلك بقيت لهذا الفكر الخلايا متبعترة الكوفة وما حولها فتبنها بقايا أساطين الدولة المجوسية المنهارة تبنوها لكي يبنوا دينا جديدا مقابلا لدين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسعى أكابل الفكر الدخيل على الإسلام لابتكار منظومة إفساد أخلاقي في المجتمعات تحارب القيمة السامية من شأنهم أن يضربوا على الوطر المدمر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعسته لأتمم مكارم الأخلاق وإنما في البلاغة العربية أسلوب حصر تخصص الدقيق يعني بيدرس الطالب في كلها تطب معظم الفروع ويجي يتخصص في زاوية من الزوايا يتقنها ويجدها هنا إنما بعسته يعني الحكمة العالية أعلى درة في سر بعثة النبي واختياره واصطفائه إنما بعسته لأتمم مكارم الأخلاق فكل ما يهدم أو يدمر أو يصدع أو يخرب هذا الحصن ففي دماره الإسلام في دمار الإسلام في الأخلاق إذا دمرت الأخلاق دمر الإسلام وانتهت الرسالة إنما بعسته لأتمم مكارم الأخلاق وهاهم على مر تاريخهم يطورون من هذه المنظومة لتتوافق مع الهدف الذي من أجله ابتكرها فالمتعة عند الفكر الدخيل هي كالتالي إجاب وقبول ومهر بتوقيت معين لا شهود ولا ولي فإن كان لا شهود ولا ولي فكيف يثبت الزنا إذن؟ الشرع الإسلامي ابتداء أباحها تخفيفا على العساكر والقوات وكان حتى هذا الأمر واضحا جليا يعني ما كان أي واحد يتزوج متعة سريا بل كان علنيا يعني كأن الذين يحضرون من العسكر أو الجنود أو القوات قاموا مقام ولي الأمر ومع هذا الإسلام بعد أن أباح ابتداءا حرمه وعلى هذا أجمع علماء المسلمين وأجمع أهل الصنة على هذا وأن زواج متعة زنا وأنه لا يجوز بحال من الأحوال الحالة القديمة التي كانت أبيحت لظرف ضروري ثم بعد هذا تم الأمر وانتهى الأمر وحرم هذا الزواج إلى يوم الدين فليس لأحد أن يقول إنه جائز أسس علماء مختبر الفكر الدخيل هضائل وأجور منقطعة النظير صنعوا الفضل العظيم والأجر الكبير لزواج المتعة نعم زواج المتعة عندنا مستحد الإتيان بالمتعة ولو في العمر مرة واحدة لأن هذه السنة من سنن النبي الإمام الباقر صلى الله عليه قال الرواية وبإسناده هذا السند وبإسناده عن صالح بن عقبة عن أبي جعفر يعني الإمام الباقر صلى الله عليه قال قلت للمتمتع ثوام اللي يتمتع إليه ثوام قال إن كان هذا نص الإمام الباقر صلى الله عليه قال إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها شوف الثواء إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسن كل كلمة يتكلم إياها إليه حسن ولم يمت يده إليها إلا كتب الله له حسن فإذا دنا منها يعني إذا جامعها فإذا دنا منها غفر الله له بذلك دنبا فإذا اختسل شوفوا هذا الثواب العظيم فإذا اختسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره هذا الراوي استغرب قال قلت بعدد الشعر قال بعدد الشعر يعني هذا الماء على كل شعر بدل الإنسان لما يجيه كم شعر في بدل الإنسان مليون شعر الله يغفر لهذا الإنسان ذنوب بقدر الشعر اللي يجع عليه الماء هذا ثواب المتحل وفي رواية قال الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى السماء بالمعراج مولا قال لحقني جبرائيل جبرائيل لحقه لحقني جبرائيل عليه السلام فقال يا محمد إن شاء الله عليه وآله وشلم الله يقول إن الله تبارك وتعالى يقول إني قد غفرته للمتمتعين من أمتك من النشان الله يغفر للمتمتعين من أمتك من النشان وده من مغريات نشر الفكر الشيعي والعقائد الشيعية كانت فتح الأبواب والبوابات للفساد والدمحلال والدمار على مصر عيئة بهذه الصورة وهذه إشارة إلى نكاح المتعة وإلى الإشاعة الفحشة في المسلمين اشتركوا في القناة